المبعوث الأمبي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد يحاول البقاء تحت دائرة الضوء حين بدأ زيارة جديدة بملفات قديمة من الرياض قال ولد الشيخ إن ميليشيا الحوثي لم تقم ببذل الكثير من الجهود فيما يتعلق بجسور بناء ثقة معتبرا رفضها بالانسحاب من المدن وإطلاق المختطفين غير مشجع على المضي قدمة في مسيرة السلام وطريق المفاوضات بدأ واضحا أن ولد الشيخ بات فاقدا للحيلة ولم تقدمه الظروف ولا الميليشيا في تجاوز عقدة الفشل في مهامه كثاني موفد أمميا لحل الأزمة الجديد في زيارة المبعوث الأممي هذه المرة لقائه بالحكومة وهو تحول الطرف الحكومي من الدفاع إلى الهجوم ومن ردة الفعل إلى الفعل ذاته أي عودة للمفاوضات ستكون وفقا للموقع الجديد الذي تقف عليه قوات الجيش الوطني والمقاومة التي باتت تسيطر على رقعة واسعة من الأراضي وامتلكت زمام المبادرة تشير الوقائع الجديدة إلى أن الجغرافيا التي كانت سببا في دخول الأطراف السياسية المفاوضات ليست هي ذاتها ومن يسيطر على الأرض اليوم غير من كان يتحكم فيها بالأمس صنعاء التي كانت بعيدة عن الجيش والمقاومة صارت أقرب من أي وقت مضى بسبب الانتصارات التي تحققت في جبهة مأرب والجوف الإعلان عن تحرير مدينة ميدي وتحويلها لقاعدة انطلاق لتحرير المحافظات القريبة منها من شأنه تقطيع أوصال الميليشيا وعزلها بحيث تفقد أهم ممر حيوي على الساحل الغربي كانت تستخدمه في الإمداد وتهريب الأسلحة والمقاتلين تغيير قواعد اللعبة أربك الحوثيين وحليفهم صالح كثيرا خصوصا مع ظهور وحدات عسكرية وطنية مدربة تدريبا عسكريا عالية ومجهزة بأسلحة حديثة وهو ما يعني أن المعركة الحاسمة باتت وشيكة وأن ساعة الصفر اقترب موعدها تقوم القوة بالتداخل السريع بالتعامل مع المشتبه ونقله إلى ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة